هجومات عنيفة وعنيفة جداً على لبنان على بيروت على الضاحية الجنوبية تحديداً غارات متتالية بتفجيرات هائلة أمامي التلفزيون وكنت انشاهدت فيها قبل قليل فقط فشيء مرعب علو كبير لبني إسرائيل علو كبير للصهاين علو كبير وتغيان كبير وإجرام كبير وفي نفس الوقت خذلان وجبن وتعاطئ وتآمر وعمالة وارتزاق من طرف حكام المسلمين عموماً وخاصة العرب منهم بكل أسف أو الذين يحكمون المنطقة العربية خذلان كبير جداً وبعضهم يشارك الصهاينة بالمال بالبترول بالبضائع بالدعم دبلوماسي الإعلامي الجوسسي يشارك صهاينة في هذه الجرائم البشعة التي تمتد امتدت على مدار سنة ضد غزة وها هي أيضاً تتجه وتتصل وتتعمق وتتمدد في لبنان لكن حقيقةً هذه الأحداث على رغم دمويتها ومأساتها وأثارها على رغم كل ما يحدث إلا أنها مؤشر واضح يقيني من أننا ندخل مرحلة جديدة مرحلة فيها توحش كبير وفيها كوارث حقيقية حدثت وستحدث خاصة من كل ما رأيناه فيما مضى ما هو إلا بداية لتوحش أكبر وهمجية أشد ولكن عندنا قناعة وإيمان عميق أنه سيستتبع ذلك تغيرات هائلة تغيرات هائلة تنتهي في النهاية إلى أننا سنرى أو شعوبنا لأننا لن نكون للأحياء لكن شعوبنا سترى النور في النهاية أوطاننا بلداننا شعوبنا سترى نوع من النور جزء من النور وهي بعد أن تحدث هذه التغيرات الهائلة هذه التغيرات الهائلة المؤشرات عليها نحن ربما نتجه ليس فقط لحرب إقليمية وربما أيضا لحرب عالمية الحقيقة أن هناك اضطرابات هائلة على الصحة العالمية كلها تؤشر على أننا نتجه لحرب عالمية الحرب العالمية الأولى والثانية لم تكن المؤشرات كما هي اليوم صحيح كانت النازية يومها تتوسع وتتمدد كما يفعل نتنياهو اليوم ولكن كان هناك آمال كبيرة أنها لا تذهب إلى أكثر من ذلك هذا الحرب العالمية الثانية أما الأولى فلم تكن المؤشرات كانت هناك ضغوطات واحتقان واضطرابات ولكن لم تكن المؤشرات تزعم أو تقول أننا نتجه إلى حرب عالمية وقد ذهبنا أو ذهبت البشرية إلى حرب عالمية إذن في هذه الأوضاع بطاعة الحال أول شيء نستبحث عنه من يحكم هذه البلدان من يحكم بلداننا بكل أسف وألم مجموع حكام المنطقة العربية على استثناءات هنا وهناك بسيطة لكن في المجموع أقل ما يقال عنهم أنهم رديؤون أنهم فاشلون أقل ما يقال عنهم ولا يغررنك العمارات والأبراج في الخليج أو في مناطق أخرى لا يغررنك ذلك فإنما ذلك تطاول في البنيان كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن قبل أن تقوم الساعة يتطاول الأعراب البدو مش بالمعنى البدو ولكن بالمعنى الوقح للكلمة العرب مش معنى العرب وإنما بالمعنى الوقح كما قلنا أو بالمعنى الجاف بمعنى الفاسد للكلمة إذا كان يجوز هذا التعبير يتطاولون في البنيان فلا يغرنك تطاول متطاولون في البنيان ولا يغرنك تلك المظاهر وتلك الأشكال في الخليج فوالله كأني أراها وقد أصبحت حطاما وربما ليس ببعيد لا ندري إذا كانت هذه المرة في هذه الأسابيع أيام الأسابيع أو أن الأمر قد يطول قليلا لكنها يوما ما ستكون حطاما والحقيقة أن التهديدات الإسرائيلية لإيران بعد الضربة الإيرانية للإسرائيليين اليوم خرج نيتنياو يقول من أنها أكبر هجوم على إسرائيل في التاريخ فهذه حقيقة وقد تبينت أن عدد من السواريخ الباليستية كما تسمى والفرد الصوتية ضربت مراكز حساسة اعترفت اليوم اعترف الكائن الإسرائيلي اليوم رسميا اعترفوا من أن قاعدتين جويتين أساسيتين في الكيان قد ضربتها وأن كانت هناك أضرار أخرى لم يطعي اعترفوا بكل الأضرار لكن اعترفوا بالأضرار التي تحدى عنها الإعلام العالمي خاصة الواشنطن بوست ولكن أيضاً صحافة أخرى كانت قد درست الصور صور صور ثكنات والأماكن اللي قالوا الإيرانيين أنهم استهدفوها وبالفعل كانت هذه الصحافة سبقت كبار قادة الكائن الصهوني للقول من أن هناك أضرار معتبرة أصيب بها الكيان لذلك أترفوا اليوم أترفها هاقاري هذا المتحدث باسم ما يسمى الجيش الجيش الهمجي لكن هم عطيينه الـ IDF يسمونه الـ IDF أي جيش الدفاع الإسرائيلي شوف دلك التلاعب بالكلمات يلبسون الحق باطلاً الباطلاً حقاً بالتلاعب بالكلمة جيش الدفاع وهو لم يكن يوماً جيشاً للدفاع إنما كان دائماً للقتل منذ أن تشكل طريق جماعات شتيرن وأرغن وغيرها من الجماعات الإرهابية اللي كانت بالنص يعني ما زال موجودة جرائل بريطانية لتلك الفترة تكتب على أنهم إرهابيين وأنهم يقوم بعمليات إرهابية وأن رؤوسهم مطلوبة للحكومة البريطانية يومها لكن هؤلاء هم الذين أسسوا ما يسمى الصهاينة بجيش الدفاع اللي هو جيش إجرامي تبت ذلك الآن أمام العالم أجمع إذن قلت اليوم وتعرف بهذه الضربات ولكن خرجوا للتهديد تهديدات عالية تهديدات كبيرة جداً والحقيقة أن نتنياهو وجدها أنه حقيقة أنه خطط لمجموعة أشياء وقد وصل إليها الآن وأهم شيء خطط له هو أن يطيل الحرب إلى أطول فترة ممكنة وكلما كان هناك إمكانية قال هذه أمس أردوغان قال لكلما كنا على بواب أن يوقع اتفاق كلما ذهبت إسرائيل إلى حرب وهذا حدث في غزة كل مرة كان يأتي نتنياهو بشروط وتعرفون هذا تحدثنا فيها مطولاً بنهاية ربما اليوم يكون عندي أكثر من مئتين فيديو أكثر من مئتين فيديو عن عما يجري في غزة منذ السابع من أكتوبر منذ طفال الأقصى حدثنا فيها طويلاً وأكيد تبعتها في أماكن أخرى وهو أنه كان يريد حرب دائماً اليوم بعض عائلات الأسرى اللي يسمونه مرهائن قالوا من أن نتنياهو يريد حرباً أبدية وأنه على المرجح أنهم لن يسترجعوا أسرهم وأنه ربما تجي الذكرى الثالثة غداً كما تعرفون بعد غد هي ذكرى الأولى قالوا بأنها قد تأتي حتى الذكرى الثالثة وما زال أسرانها في غزة لأن نتنياهو لا يريد للحرب أن تتوقف وهذه هي الاستراتيجية الرئيسية اللي بني عليها نتنياهو وبعض المتطرفين معه ضد بالمناسبة ضد الدولة العميق ضد الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية وبعض كبار قادة سياسيين للكيان اللي يعرفوا بأن هذه الحرب المستمرة مش فقط ستطيل نتنياهو في الحكم ولكن أيضاً فيها مخاطر تفكك الكيان لكنه عندما فرض ما فعل في لبنان اضطروا كل خصومه واغلبيتهم إلى أن يمشوا راه لأنه غير رأي العام اللي أصبح سعيد جداً بما يقوم بنيتنياهو في لبنان لماذا؟ لأنهم شافوا انتصارات تاكتيكية هائلة في ضرب أسبوعين بداية من ثلاثاء قبل حوالي 18 يوم و19 يوم ذلك الثلاثاء في منتصف سبتمبر ثم الأربعة الثلاثاء كان البيجر الأربعة كان توكي ووكي الجمعة كان ضرب قيادة الرضوان ثم جاءت ضربات أخرى متتالية لتلحقها الجمعة الماضية اغتيال نصر الله زعيم حزب الله وعدد من القادة معاه وأمس أول أمس الخميس ربما أيضاً وإن كان ليس مؤكداً بعد لكن احتمال كبير جداً أن صفي الدين هاشم قد قتل هو من معه في مقر المخابرات مخابرات حزب الله في الضحية وهذه الهجوم هذا قبل ساعة ممكن جداً أيضاً لاستهداف مجموعة أخرى من القادة لأن هذه الهجومات هي نفسها نفس طبيعة الهجومات تكون مكثفة جداً ومدمرة جداً وتستخدم فيها قنابل الألف كيلو جرام أو الألفين رطل ويكون الهدف ضرب مقدرات خاصة القيادة لحزب الله هذه الأحداث جعلت نتنياهو يسترجع نفسه ويشعر بنشوة هائلة وبزهو هائل وجر معه عدد كبير من اللبنانيين من الإسرائيليين اللي شافوا بأن نتنياهو في النهاية ينتصر طبعاً هذا انتصار تاكتيكي هو في النهاية سيهزمون وهزمون هزيمة النكراء لك مش شرط في هذه الحرب لكن في استمرارية ما يحدث لأن هناك ديناميكيات للحرب قد تتبدأ في الأشهر الأسبوع القادمة والأشهر القادمة بغض النظر عما يجري في لبنان وما إذا كان الصهاينة سينتصرون في لبنان أم لن ينتصروا هناك بغض النظر على ذلك هم لحد الآن من حيث الفكرة العامة أو الأحداث العامة هم منتصرين رغم أنهم أيضا يدفعون ثمن اليوم ترفو بأن لديهم تسعة قتلى وعشرات الجرحة في لبنان لكن الحقيقة أن هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي لكن مؤكد أن لديهم قوة تدميرية هائلة في لبنان الآن السؤال يرى مطروح أساسا سؤال يرى مطروح أساسا هو ما مدى قوة تدميرية التي ستستخدم ضد إيران كما قلنا لم يعد السؤال مطروح ما إذا كانوا سيردوا على إيران أم لا قالوا أنهم سيردوا الأمريكان لم يعودوا يعترضون على الرد على إيران كما قالوا ولكن يناقشون التفاصيل لذلك وصل أحد كبار القادة الأمريكيين العسكريين قائد منطقة الوسطى إلى الكيان لمناقشة الخطط أن الولايات المتحدة بالحقيقة متورطة فيما يقوم به الكيان أقل شيء كما قال أمس كان فيه نقاش في وزارة الدفاع وذكرته وزارة الدفاع الأمريكية وذكرته الصحافة الأمريكية وقالوا أنهم يناقشون هل أن إرسالهم للبوارج ولحاملات الطائرات إلى المنطقة لتخويف قصوم إسرائيل هل هذا أدى الغرض منه وهو ردع قصوم إسرائيل أم أنه في الحقيقة أدى إلى تشجيع إسرائيل على خوض حروق في كافة الاتجاهات بدأوا يناقشون أن ربما استراتيجيتهم في الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية كان الآن استراتيجية ضدهم لأن الولايات الإدارة الأمريكية ما هو مؤكد هو أنها ليست مع توسع الحروب ولكن تضطر إلى دخول الحروب التي يعلنها نتنياهو لأن الحفاظ على إسرائيل كاكل هو مصلحة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة مع اختلافهم مع من يدير المعركة لهو نتنياهو ومن معه إلا أنهم من حيث المبدأ الاستراتيجي لا يستطيعون أن يتراجع عن دعم إسرائيل ومن ثم فإن الذي يجرهم الآن هو نتنياهو أحيانا إلى أماكن لا يريدونها فيقينا أن الإدارة الديمقراطية لا تريد توسيع الحرب أربع سبيع شهر فقط قبل الانتخابات إلى درجة أنه صرى فيه نقاش ولا استغربت لكن ربما فقط هذه المرة لأنهم أعلنوه قالوا بأن الديمقراطيون يشتبهون يعني إدارة بايدن كمالا هاريس وكبار قادة الحزب الديمقراطي والحكومة الأمريكية ماذا؟ قالوا بأن هم يشتبهون بشكل متزايد في أن رئيس وزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يحاول تدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة من خلال تجاهل دعوات الرئيس بايدن للتفاوض على اتفاق سلام في غزة ومواجهة حزب الله وإيران قبل السابع الانتخابات الأمريكية هذا ما أفادت به صحيفة The Hill وThe Hill هذه قريبة من الكونغرس الأمريكي أنها واحدة من كبريات الصحف في أمريكا وأنها نقلت نقاش داخل الحزب الديمقراطي وداخل أعضاء الكونغرس من أنهم لديهم شكوك كبيرة جدا أن نتنياهو يريدهم أن يخسروا الانتخابات يعني يريد الديمقراطيين أن يخسروا الانتخابات ولذلك يتوسع في الحروب لأن الحرب أوتوماتيكيا تخدم خصومهم الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين لماذا؟ لأن الجمهوريين حسمين الأمر بأنهم يدعمون إسرائيل تحت أي ظرف كان وأي كان العدو ومهما كانت المطالب في حين الديمقراطيين لا لديهم جناح يتشكل من المسلمين من العرب بما فيهم العرب المسيحيين من اليسار الديمقراطي كما يسمى من اللي هو يعترض على حروب إسرائيل وأحيانا يعترض على كثير من سلوكيات وسياساتها ولذلك الانقسام يحدث داخل الديمقراطيين وليس داخل الجمهوريين ومثلا العرب المسلمين اللي في الانتخابات الماضية انتخبوا بحدود 60% لصالح بايدن وأقل من 40% لترامب هذه المرة العداد متساوية ما بين ترامب وكمالا هارس لأن بعض المسلمين يرون أنه لا فرق بين ترامب والديمقراطيين أو الجمهوريين الديمقراطيين وربما يجدون بعض الاتفاق مع الجمهوريين في القضايا الأخلاقية والقضايا الاجتماعية رغم أنهم يعرفون أن الجمهوريين هم أسوأ في القضايا غزة ولكن التجربة أثبتت لهم أن حتى الديمقراطيين في الإدارة قد يكونون بشعين وبشعين جدا وهذه سنة يمر على البربرية الصهيونية واللي دعمها هم مش جمهوريين لأنهم ليسوا في السلطة وإنما هم الديمقراطيين إذن الأسئلة اللي رهي مطروحة الآن أساسا هي قضية متى وأين متى يبدأ الهجوم الصهيوني على إيران وأين ستكون الضربات هذا هو نقاش رئيسي اللي راه دائر في العالم أجمع واللي راه عامل قلق في جهات متعددة الحقيقة أن أغلب دول العالم ضد الرد الصهيوني بما فيهم الدول الأوروبية اللي ترى أن هذا الرد قد يدمر البترول والغاز في إيران وأن ذلك سيرفع الأسعار كما حدث عندما غز بوتين أوكرانيا وهم قضوا تقريبا تقريبا سنة حتى أعادوا أسعار الغاز باش انخفضت أسعار الغاز وأسعار البترول إلى آخرها شفنا أسعار البترول اليوم هوصلت إلى 130 دولار الآن الأسعار البترول في حدود 75 دولار بالنسبة للأوروبيين وأسعار الغاز ارتفعت خمس مرات والآن رجعت إلى الأسعار التي كانت قبل الغاز الروسي لأوكرانيا وكانت هناك اضطرابات شديدة عايشناها كأفراد ارتفعت أسعار الطاقة في بريطانيا أسعار الغاز ارتفعت أقل شيء في الحدود الدنيا ثلاث مرات على المواطنين على السكان وأسعار الكهرباء الآن عادت إلى مستوها التي قبل الغازو لكن هم الآن يخشون أن هجوما على إيران قد يعيدهم إلى المربع الأول مما يعني ارتفاع في الأسعار مش في أسعار الطاقة فقط عندما ترتفع أسعار الطاقة ترتفع أسعار كل شيء ولكن أيضا داخل الرأي الأوروبي وحتى الأمريكي كان دائما هناك تفكير وهو أنه وهذا يتحدث هنا على هذا المنظور يعني بعض المخططين الاستراتيجيين وحتى بعض السياسيين الغربيين يقولون أنه يجب أن نبقي على إيران يجب أن لا يتم تدمير إيران لأن هذا يحقق مجموعة من الأهداف مثلا شفنا دارمانا وزير داخلية السابق الفرنسي وهو من المتنطعين والمتطرفين ونعرف مواقفه وعداءه للإسلام قبل حوالي سنة ونصف لتذكره أعتقد أنه كان في زيارة حتى للصين هاجم الإسلام السني لم يهاجم الإسلام كما تعودوا إنما قال إن المخاطر على الغرب تأتي من طرف واحد وهي الإسلام السني حتى أنه كان وضع كانت أنا ذاك ما زالت فرنسا لم تتخذ موقف متشدد من روسيا وضع روسيا والصين ومخاطرهم أقل ولم يقل الإسلام كما رأوا متعودين إنما الإسلام السني لماذا؟ لأن في الحقيقة في طيار داخل الغرب يقول لك أن إيران تاريخيا وهذه حقائق تاريخية إيران تاريخيا لم تصطدم معنا لم تصطدم مع الدول الغربية إيران كانت عندها شوية حروب مع الروس ولكن أكثر حروبها كانت مع الدولة العثمانية وأساسا في الفترة التي قامت فيها إيران كما نعرف إيران هي موجودة اليوم إيران الشيعية هذه قامت أو ما يسمى بالصفوية لأنها منسوبة إلى أحد الحكام اللي أنشأ إيران قبل 350 سنة 400 سنة كانت دولة سنية مثلها مثل الدول السنية تعرف باسم فارس لكن تغيرت الأوضاع قبل حوالي 350 سنة وفي تلك الفترات كانت كل المعارك انتاحهم هي مع الدولة العثمانية أي مع الإمبراطورية السنية القائمة آنذاك واللي كانت تواجه مجموعات تواجهها الإمبراطورية الروسية تواجهه الإمبراطوريات التي كانت تنهض آنذاك خاصة الإسبانية والبريطانية والفرنسية إلى آخره فهناك تيار داخل الغرب عبر عليه كما قلت دارمانو ويستطيع الناس أن يعودوا إلى هذا يجدون تصريح متاع ولكن الكتابات وإن كتابات وفي مراكز الأبحاث والكبار الواضع للإستراتيجيات عفوا يقولون أن إيران ممكن أن تفيدنا في خنق الطيارات السنية أو الإسلام السني وأن وجود أننا ممكن ضرب السنة بالشيعة والشيعة بالسنة والحقيقة أن هذا استخدموه مثلا هجوم صدام حسين على إيران في سبتمبر تقريبا في مثل هذه الأيام منظر أن كانت 25 24 25 سبتمبر 1980 قبل 34 سنة من الآن كان هجوما قام به صدام حسين طبعا صدام حسين هو في الأصل سني لكن هو علماني يعني ما عندوش مشكال كبيرة في قضية السنة والشيعة أو ما عندوش هذا المنظور لكن الدول اللي كانت خلفه سعودية وكلهم كان يدعموا فيه لكن اللي كان يدعم فيه أكثر هي الولايات المتحدة وفرنسا لماذا؟ لأنهم شافوا بأن هناك طيار ثوري شيعي يتحدث عن تصدير الثورة ويتحدث عن تغيير العالم ويتحدث عن الاستضعاف وكل الأدبيات فالقوى الغربية استخدمت دولة سنية أو حاكم سني بن قوسين اللي هو صدام حسين اللي بدأ الحرب ضد إيران بالمناسبة هذه هي حقائق تاريخية أنا عارف دايما هذا الكلام ما يعجبش الناس اللي عدوا من صار صدام أو مرات عندما انتقد إيران ما يعجبش أن صار سوى إيران إلى آخر لكن هذا مهمنيش كثير أنا أريد فقط أن أوصل الحقيقة كما أراها وكما أعرفها وكما هي تاريخية قد أخطئ في التحليل أو في في التنظير لكن في الفاكت يعني فيما هو تاريخي حقيقي هذا تاريخ هذا هو فاكت هذا هو حوادث تاريخية كما استخدم صدام حسين لاحتواء إيران والثورة الإيرانية هناك من يفكر في الغرب أنه عندما يكون السنة في موضع قوة نخرج لهم إيران آه في موضع ضعف نخلوا إيران تزيدهم ضعفا وعندما تكون إيران في موضع قوة وتريد أن تصدر ثورتها فنخرج لها السنة لمواجهتها فهذا المنطق الآن لو يؤدي لو هذا الهجوم الإسرائيلي لأكيد هو بدعم أمريكي لو يؤدي إلى تدمير إيران لأن تخص المتوقع ما هو هو أن يكون هناك هجوم شديد إسرائيلي على إيران تضرب فيه المراكز النووية وال مراكز والثكنات العسكرية ومراكز المخابرات ومراكز الحرس الثوري والجيش الإيراني محتمل جدا حتى الغاز والبترول وإن كان الغاز والبترول نحطه في المرتبة الثالثة لأن الدول الأوروبية وأمريكا تضغط بشدة على أن إسرائيل ما تضربش الغاز والبترول لأنه سيترتفع الأسعار في أوروبا وفي الولايات المتحدة وإذا ارتفعت الأسعار بشدة في الولايات المتحدة فخسارة الديمقراطيين مؤكدة لكن هو أكيد أنهم سيضربون ثكنات رئيسية ومراكز رئيسية والسلاح الإيراني خاصة للسواريخ واحتمال جدا أن يضربوا أيضا المراكز النووية في هذه الحالة إيران إذا ما ردتش ستكون كارثة عليها وتكون قضية وقت حتى تحدث فيها ثورة شعبية لأنه يرون أن النظام انهزم خارجيا وإذا ردت سترد بقوة وستضرب اليوم قالها وزير الخارجية عاد كررها وزير الخارجية عرقجي الإيراني في هذه الحالة فإن الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب فتدخل وتضرب هي الإيران بشكل أكبر وأعنف مما يعني أن إيران سترد وسترد على القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة خاصة في دول الخليج إذن كرة الثلج قد تكون بعيد طبعا كما قلت حتى أمس ونعود نكررها اليوم ليس حتما هذا هو الذي سيحدث لكن هذا محتمل بل محتمل جدا إذن بش نعود نرجع للنظرية الموجودة عند بعض القوى الغربية ترى أن يجب أن لا يتم تدمير إيران كلية لسببين رئيسيين أولا لأنها لديها طاقة بيترولية وغازية ومهمة جدا للعالم وأن خروج هذه خروج بيترول والغاز الإيراني سيرفع الأسعار وربما تصل إلى 150 دولار أو 200 دولار والأمر الثاني أنها إيران ممكن استخدامها لتقليم وتكسير أجنحة أي قوى سنية قد تظهر شوف مرات ناس ربما من تبهوش كثير لكن الهجوم على نظام الحكم المدني في مصر لدام سنة واحدة نظام مرسي وعلى الانتفاضة المصرية كان أساسا نحن انتبهنا كثير للسعودية وللإمارات لكن ما انتبهناش إلى طرفين أو في تلك الفترة ما انتبهناش يعني كنا عارفينها لك شخصية حدثت عليها لكن لم يكن تركيز كما كان على الإمارات السعودية لأنهم تبناوا الأمر وهو الإطاحة بنظام مرسي ونظام الدولة المدنية والتغيير العوضاع في مصر لكن كان هناك طرفين هم على طرفين العداء إيران وإسرائيل كلاهما تدخل للإطاحة بمرسي إسرائيل أكثر لكن حتى إيران يستطيع الناس أن يعودوا للفيديوهات التي كانت تنشر مثلا في قناة الميادين خاصة قناة الميادين التي يرأسها تونسي شيعي وتمولها إيران كانت معادية جدا في الأشهر الأخيرة ليس في البداية في الأشهر الأخيرة كانت معادية جدا لفكرة لجماعة مرسي أو للدولة المدنية أو لحكم الإخوان معادية جدا لأن قال مرسي تبنى الموقف الشعب السوري فالإيرانيين نتيجة لحساباتهم الخاطئة ارتكبوا خطأ فادح وهو أنهم تعاونوا مع خصومهم الإمارات والسعودية ومع عدوهم إسرائيل وبعض القوى الغربية تعاونوا جميعا للإيطاحة بالنظام المصري لأن مصر دولة محوارية ولو كان فيها نظام قوي مثلا لو اليوم راه نظام مدني كما كان في 2013 كان حتما بطبيعة الأشياء بالتعريف كما يقال سيكون مع غزة وبطريق غير مباشر سيكون مع إيران ومع حزب الله لكن نظام السيسي اليوم هو ضد غزة وبطريق غير مباشر وضد لبنان وضد إيران هنا إيران ارتكبت كانت واحدة من الحسابات الخاطئة جدا لأن نظرتها كانت نظرة قصيرة جدا وهو فقط الحفاظ على الرئيس الذي ورث الجمهورية عن والده هنا وإن تحدث مرات الخطأ في العدو كثير من المرات قلتها لبعض إخواننا اللي كانوا من الجبل الإسلامية قلت لهم أن واحد من الأخطاء الكبرى اللي ارتكبتها الجبل الإسلامية في الـ 91 هو أنها اعتبرت أن الشادلي مصمار جحال لازم يتنحى من الرئاسة فهذا هو الشعار اللي رفع في بداية من 25 مايل 1991 بينما الشادلي كان في الحقيقة حليف غير مباشر أو على الأقل ليس عادو للجبهة الإسلامية فالجبهة الإسلامية أضعفت الشادلي ضعفا شديدا أدى فيما بعد للجنرالات أن يطيحوا به بسهولة ويدخلون البلاد في حرب قدرة وتكون جبل الإسلامية وعناصرها وعضاها أكثر المتضررين لماذا؟ لأنهم أخطأوا في العدو لأنهم فهموا أو فهمتهم دياراس أنا ذاك وعناصرها والاختراقات انتاحها أن عدوهم والشادلي والشادلي لم يكن عدو هو اللي افتح بالمناسبة اليوم نحن خمسة أكتوبر وخمسة أكتوبر هي البداية متع الانفتاح الديمقراطي كما سمي أنا ذاك سامحوني أني مزل بهذه الساعة لا وإن كانوا أخف شوية على ما يبدو فالخطأ في العدو هو واحدة من أكبر الأخطاء اللي ارتكبوها ناس كثير عبر التاريخ وهو أنك اللي موش عدو تديروا عدو والعدو ما تشوفوش أو ما تديروش عدو أو لا تجعله عدو المهم نحن الآن إذن باش نعود نرجع للنقطة اللي كنت نقولها أن هناك جهات داخل الغرب لا تريد تدمير إيران لأنها تراها أنها ممكن تستخدمها ضد أي نهوض أنا لا أتكلم على هذه الدول بلاك واحدة يفهموا باللسنة هي هذه تاعة بن سلمان والسيسي يعني باش ما نروحش بعيد بارك هذا وكاين ناسرهم يقول لك يعني كاين علماء مش أنا يخرجوا من الإسلام نهائيا يكفرونهم نهائيا هذا ليس أنا أنا لا أفتي في الأمور هذه لكن أنا أتكلم على التخطيط الاستراتيجي وهو أن هذه المنطقة لديها إمكانيات هائلة لأنها تعود وتنهض من جديد وإذا عادت ونهضت من جديد فإن القوة الممتدة هي قوة سنية إيران في الأخير هي دولة شعية واحدة ومتواجدة في أربع دول التي في الأصل هي سنية أو خليط كما العراق أو لبنان لكنها لا يمكن أن تكون دولة دول شعية لكنها تسيطر على أربع عواصم عربية فهي إذن هناك رأي فيار أساسي داخل الغرب يرى أن الحفاظ على إيران أساسي لمواجهة أي نهوض سني في مبان إسلامي في مبان وهذا على المدى البعيد وعلى المدى القريب قضية البترول وقضية الغاز لأنهم لا يريدون أن تعود الأسعار لما كانت عليه فيما كان المهم طبعا نتنياهو لدي حسابات أخرى نتنياهو والصهيونية الإنجيلية في اللللات المتحدة وبالمناسبة هذه الصهيونية الإنجيلية هم أكثر من صهاينة إسرائيل يعني الصهيونية الإنجيلية الصهيونية المسيحية هم حوالي أربعين مليون شخص في اللللات المتحدة ويرون أن ما يحدث رأي يقرب نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو أمه وأن المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل يقتل الكفار والكفار منهم كل من لا يؤمن بأطرحاتهم والصهيونية الإنجيلية هو كافر ما عدا بما فيهم اليهود ما عدا 114 ألف يهودي الذين سينضمون إليهم والبقية اليهود والمسلمين وغير المسلمين والبوذيين وكلهم كفار سيقتلهم وفق الأساطير هذه سيقتلهم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام في منظور نحن أيضا كمسلمين نعرف أنه سينزل في آخر الزمان لكن سينزل بمنطق آخر ومفهوم آخر ومش الآن مجال حديث فيه بالنسبة لليهود أغلبية العظمى منهم اللي يمشوا بهذا التيار اليهودي أن عيسى هو دجال حشاه وأمه هي فاجرة حشاه وهي أعظم نساء الأرض فيقولون عليهم هذا الكلام يقولونه بصريح العبارة المرة الماضية قلت لكم بأني ربما أشرت هذا الموضوع خلينا نشوف نجيبولكم بسؤال السريع ماذا يقول أحد الخهمات الكبار فنحن أمام مجموعة كبيرة من الخطط والاستراتيجيات والأفكار المتناقضة تماما مش مش مشكلة إلا راح عند المساعد راح عنده ممكن يعود يبعثوا لي تشوفوه يعني المهم لأن هذا مش واحد فقط ليقوله هو مع كثيرين ليقولون هذا الكلام باش نعود ونرجعوا لأحداث الآن إذن الهجوم الإسرائيلي سيحدث من الآن في هذه اللحظات إلى في اعتقادي إلى يوم سبعة قبل نهاية يوم سبعة لهو يوم الاثنين أظن والله أعلم أنه سيحدث الهجوم الإسرائيلي في هذه الثمانية وربعين ساعة القادمة وفي كافة الأحوال حتى لو تأخر على ثمانية وربعين ساعة لن يمر أسبوع عليه وأن الهجوم في أدناه في حدود الدنيا سيضرب ثكنات مهمة جدا سيضرب مراكز للسواريخ مراكز دفاعات الجوية المراكز العسكرية الحساسة والاستخباراتية الحساسة وربما الإعلان اليوم عن طريق هاكاري على أن قاعدتين تضررتا في إسرائيل هو أيضا كتبرير إذا نضربتونا سنضربكم أيضا وأن لدينا خسائر إذن في حدود الدنيا سيكون هاك في حدود المتوسطة سيكون ضرب للمراكز النووية إضافة للثكنات والقواعد العسكرية والقواعد السواريخ إلى آخره والاستخبارات إلى آخره في حدود القصوى سيضرب أيضا البترول والغاز ومصادر الطاقة في إيران وربما أيضا مراكز سياسية مثل إقامات المرشد الأعلى مثل بعض الوزارات وبعض المراكز الرئيسية لكن أكيد أنه على الأقل سيكون في حدود الدنيا ضربة شديدة للقواعد العسكرية السؤال كيف سترد إيران الإجابة اسمعناها من وزير الخارجية ومسؤولين آخرين قالوا سيكون ردنا أكبر وأعنف في هذه الحالة كيف سترد إسرائيل والولايات المتحدة لأن كل واحد منهم يريد أن تكون الضربة الأخيرة عنده لماذا؟ لأن من يضرب الضربة الأخيرة هو الذي يستطيع أن يقول أنا المنتصر والآخر خلاص توقف مش قادر وهذا يسموه ترميم الردع أو قوة الردع ونحن الآن أمام مشروعين مشروع إيراني ومشروع إسرائيلي كلاهما يتوسع في المنطقة وكلاهما يستضم بالآخر في خلال هذا التوسع المشروع الإسرائيلي مدعوم أمريكيا وإنجيليا صهيونيا حتى وإن كانت عنده بعض الاعتراضات في بعض المناطق الغربية المشروع الإيراني مش مدعوم روسيا وصينيا ولكنه قد يلقى دعما روسيا إذا تطورت الأمور قد يلقى دعما روسيا ومحتمل حتى صينيا وهذا هو مخاطر تمدد الحرب الإيرانية الإسرائيلية إلى أنها ليس فقط أن تكون حرب إقليمية ولكن قد تتوسع إلى نزاع عالمي وربما حرب عالمية من بين المعتارضين من بين يعني واحد لعلك نعرفوه جيدا كجزيريين على الأقل نسمع به كثير خاصة من خلال تبون اللي هو ماكرون اليوم شن نتنياهو هجوم شن نهو هجومن على ماكروس موشي قول حتى يوصل في هذا وهذا الخطاب كان داره قبل ساعتين فقط كان ألقاه قبل ساعتين يوصل شن هجوم عنيف على ماكرون ويقول له عار عليك وسيكتبك التاريخ أنك كنت من الذين تخلوا عننا ويقول له نحن سننتصر معكم أو بدونكم ذكرتني هذا العبارة في عبارة لمحمد بوضييف رحمه الله حينما يقول للمصاليين والمركزيين في وحدة اللقاءات يقول لهم سنقوم بالثورة معكم أو بدونكم أو ضدكم إذا لازم الأمر طبعا نتنياهو ما قال لهمش ضدكم لكن أكيد أن في خصوم اليوم ما بين فرنسا ونيتنياهو وإسرائيل والسؤال لماذا نحن شاهدنا نتنياهو ماكرون كان ذهب بعد بعيدة 7 أكتوبر ذهب حتى وقال أنه يؤسس داعش أو يؤسس تحالف عالمي لمحاربة حماس كما حاربوا داعش في الحقيقة لأن الكيان صهيوني يدمر لبنان وبتدمير لبنان يدمر المصالح الفرنسية في لبنان وهي آخر مكان لفرنسا في الشرق الأوسط حيث لديها نفوذ ولديها أتباع ولديها مناصرين مش حزب الله بطبيعة الحال لكن داخل لبنان القوى المسيحية جزء منها هو يعني تحمي فرنسا خاصة الجزء الماروني فيها لكن في الحقيقة هذا هو اللي خلى ماكرون ولكن أيضا بالنسبة لماكرون أن نتنياهو يذهب ويجرهم جرم إلى حرب شاملة ودعونا هنا نعود أن نذكره بأن دارمانو هو وزير ماكرون عندما صرح بأن الخطر الأول على الغرب هو الإسلام السني هذا لم يكن عن دارمانو يعني دارمانو فقط صرح بذلك الكلام هذا خرج من الإليزي وشفنا كيف أن ماكرون كان هو يعتبر من أشد أعداء الإسلام يعني في حربه على الإسلام باعتبار أنه جات عنده تفجيرات وجات عنده وتفجيرات صحيحة وهي إرهابية لا شك في ذلك إلى آخره لكنه اغترم وأخذ الفرصة لكي يكون الهجوم على الإسلام وعلى نبيه الإسلام وعلى تعرف القصة جيدة إذن الأوضاع تتعمق وتتعقد وتتصاعد ونحن على أبواب ضربة إسرائيلية هائلة قد ينجم عنها رد إيراني مدمر قد يكون من تدعياته رد أمريكي إسرائيلي مدمر لإيران يتبعه تدمير لمنطقة الخليج وللقواعد الأمريكية هناك مرة أخرى هذا أحد السيناريوهات وليس السيناريو الوحيد يبقى كل شيء في علم الله لكن أكيد أننا أمام تغيرات هائلة في المنطقة هل نشوف بعض المقاطع الأخرى وبعض الأمور الأخرى قبل أن ننتقل للملف الجزائري المساعدة إذا فيه تطورات خاصة من فضلك وليس السيناريوهات في غزة و في لبنان في طاقت الحال وليس السيناريوهات في إيران سيناريوهات في غزة و في لبنان في طاقت الحال يعني لما شفته كان بالنسبة يعني كان حقيقة مثير قال بأن إيران أسست أنا مرت لكم مقطع بال أين هو أنا مرت لكم مقطع بال بالفارسية هو يتحدث تحدث إلى إحدى القنوات أعتقد تحدث إلى قناة تركية قبل أيام ماذا يقول فيها؟ يقول أنشأت إيران وحدة خاصة لمحاربة أنشطة الموساد داخل إيران لكن تبين أن رئيس هذه الوحدة هو نفسه عميل للموساد هذا الكلام عنده أربع أيام ولا خمسة أيام تبين أن رئيس هذه الوحدة هو نفسه عميل للموساد وأضاف كان رئيس الوحدة مع عشرين عميلا آخر مسؤولين عن سرقة الوثائق النووية واغتيال علماء نوويين قبل أن يهربوا من إيران إلى إسرائيل مثير جدا عندما قرأت الموضوع أول مرة شكيت فيه فعملت بحث تأكدت من أن الخبر صحيح وطلب بعدين مساعد أن يشوف لي المقطع مصور أيضا هذه واحدة أيضا من الكوارث التي حلت بإيران ونحن نشهد ما يحدث وما حدث لقيادة حزب الله والطريقة التي تم فيها قطع رؤوس القيادة قيادة الحزب شيء مثير للاستغراب وللغضب في نفس الوقت كيف أنكم يحدث هذا لكن في الحقيقة هناك تفسيرات من أن هناك عملاء طبعا أحمد النجاد أنه يتكلم على هذا الذي يتكلم عليه إيراني والعملاء إيرانيين لكن قد يكون عملاء من جنسيات أخرى قناعة الراسخة أن واحد من أسباب الاختراق لإيران ولحزب الله هو دخولهم سوريا لأن عندما دخلوا إلى سوريا خاصة قد تكون أماكن أخرى أيضا مثلا العراق إلى آخر لكن سوريا أساسا ونعرف أن حزب الله تدخل أساسا في سوريا عراق جاء فيما بعد دخولهم إلى سوريا وتوسعهم هناك ومشاركتهم الحرب حرب بشار وجيشه ضد السورية سوريين عرضهم إلى الاختراق والأجهزة الأمنية الإسرائيلية والغربية كانت فرصة كبيرة جدا أنها تخترقهم داخل سوريا فالاختراق حدث هناك لأن إيران كانت محافظة على يعني هي كدولة لديها قدرات هائلة على حماية أمنها داخلي وحزب الله كانت عنده حماية كبيرة جدا والدليل أنه في 2006 لم يستطع إسرائيل قتل من القيادين إلا عادت قليل شدا أما الآن فما زال من دلعت الحرب بالمعنى الواسع لكنها قتلت ثلاث أربع القيادة العسكرية والسياسية وهذا نابع إلى أنهم تخلوا على أمنياتهم عندما دخلوا سوريا والسوريا نحن نعرف أن جيش بشار هو جيش فاسد إلى النخاع وفاسد تماما واختراقه كان سهلا وسهلا جدا وابعا طريقه اخترقهم أيضا لكن تصريح مدينة الجاد حقيقة مثير هذه بعض الغارات التي رأي تحدث الآن هناك غارة جديدة كما نلاحظ الآن تذهب الكاميرا إلى هناك هذه الغارة قوية للغاية كما نشاهد هذا هو برج البراجنة هذه المنطقة هي برج البراجنة قبل حوالي الساعة الكاميرا هناك هو اللهب يشتعل في تلك المنطقة هذه منطقة برج البراجنة والتي حذر الجيش الاسرائيلي قبل نحو نصف ساعة من أنه سوف يستهدفها نلاحظ الغضب نتنياو كان لما صرح ماكرون بهذا التصريح نحن 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 نتنياو نحن نتنياو شاء على Gaza, شاءور الراديم للمدرسة لفاتحة في السرعة حيدًا للمدرسة لليكم نحن نتجلبكم بيننا حكومة الغدن أن يمكن المحفى الغدن على جهدًا وستنظر تعمل مع القرارة لتنقل الإخطران وهنا رأي يقول وهذا الرد اللي يرد عليه نتنياهو وهاجم ماكرون يقال خلاص مش حين فرنسا راح توقف تسليم الأسلحة لإسرائيل اللي راي تحارب فيها في غزة وطالب من الأوروبيين ومن الغربيين أن يفعلوا نفس الشيء هذه الحسابات الخاطئة هذا كما قلت كان من أكثر المتحمسين بعيدة 7 أكتوبر نظن ذهب إلى تل أبيب في حدود الرابع عشر والخمس عشر نكتور يعني في حدود أسبوع بعد الأحداث وتحدث عن إنشاء تحالف عالمي لمحاربة حماس كما حاربوا داعش ونسي أن الفرق هناك فضيع وكبير وأنا علقت عليها مطولا في وقتها لمن يريد أن يرجع لها هذه انقسامات داخل الغرب لأن فرنسا الآن ستنقسم أكثر حول هذه القضية وهذا الآن هذا مش ميلانشان اللي اليوم مثلا كان عنده خطاب قوي جدا في المظاهرات اللي كانت في فرنسا ضد السهاينة وضد ما تفعل إسرائيل لا هذا محسوب على الفنانس مونديال أولا وكثيرين يضعونه كصهيوني أيضا ثم محسوب على اليمين إذن هذا مش ليسار أو ليسار المتشدد أو وهذا مرة أخرى غزة وما فعلت بهذا العالم وما تفعل من انقسامات هائلة داخل الطبقات السياسية داخل المجتمعات داخل الشعوب داخل الدول داخل الجامعات داخل قضية صراحة يعني الإنسان عندما ينظر إلى تلك المقع الجغرافية الصغيرة وعدد السكان الصغير جدا 2.3 مليون وما تفعل في هذا العالم تشعر أن القضية ليست بشرية هناك أشياء خارج العقل البشري والطبيعة البشرية والأحداث البشرية تحدث من تلك المنطقة وهي منطقة مقدسة بالحقيقة عسقلان أو بيت المقدس وأكناف بيت المقدس كما جاء في الحديث الشريف والحديث على عسقلان فيه كثير من الحديث النبوي الشريفة بالمناسبة لمن يريد أن يتتبح نتنياهو لا يتوقف عند قضية الهجوم على النظام اسمحنا واش قال قبل يومين أو ثلاثة أتحدث إلى القادة في إيران ولكن في هذه اللحظة أتحدث إلى الشعب الإيراني سأتحدث بصراحة وبشكل مباشر كل يوم تسمعون خطابات حول الدفاع عن لبنان وغزة وهذه الخطابات تزيد من عمق الحرب والتصعيف في المنطقة لا مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل أن تصل إليه سنصل لأي مكان للدفاع عن شعبنا وبلادنا إيران لا تهتمون من سقبلكم لكن أنتم تهتمون لذلك سيأتي اليوم وتكون إيران حرة وسيكون ذلك أسرع مما تتخيلون وسيكون الشعبين أخيرا بسلام على الشعب الإيراني أن يعلم أن إسرائيل تقف معكم تحريض مباشر على الشعب الإيراني ضد قيادته وحديث على تغيير النظام الإيراني يقول لهم أنه قريبا ستكون إيران حرة يعني طبعا حرة بمفهوم نتنياهو بمفهوم صهيوني وهنا استدام المشروعين المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني استدم وبقوة ومبعض الناس من إخواننا يقول لك لا متعاونين ولا هذه مسرحيات وهم ما يميزوش بين أمرين اثنين لماذا للناس كثير يقولوا هذا الكلام؟ يعني يقول لك هاي إسرائيل محتلة فلسطين والقدس هي عاصمة واحدة بينما إيران محتلة أربع عواصم عربية وإسلامية إلى آخره والدليل أنهم متعاونين وبينتهم تمثيليات وهذا الكلام بالحقيقة طبعا الأحداث الأخيرة أثبتت أنه أقل شيء ما يقال عنه أنه سخيف وإن كان ربما اللي يردوها وقالوه كان يشوفوا بعض الأشياء جعلتهم يقولون هذا الكلام أنه لم يحدث الصدام حقيقي بين إيران وإسرائيل لكن كان الصدام قادما أكيد لماذا؟ لأن لديهم كلاهما لديهم مشروع للتوسع فاستضم بالآخر اليوم نتنياهو وش رأي يقول؟ يقول سنعيد سياغة الشرق الأوسط وش معنى سيعيد سياغة الشرق الأوسط؟ سيخذع الشرق الأوسط في مفهومه أنه سيستطيع إخذع الشرق الأوسط وقاتلوا العقبة الأخيرة هي إيران خاصة بعد أن يعتقد أنه ضرب بقوة ذراع رئيسي لها وهو حزب الله فهو صراع على من يمتلك القدرة والحقيقة أن السهاينة قد أخذعوا جزء كبير من الشرق الأوسط مصر خاضعة، السعودية خاضعة، الأردن خاضعة، الإمارات خاضعة، البحرين خاضعة هذو كلهم خاضعين الكويت قليلاً شوية وقطر وعمال قليلاً يعني لكن هؤلاء كلهم خاضعون، مش خاضعين فقط هؤلاء يجدون أنفسهم في المشروع الصهيوني ويعتبرون أن سهاينة تل أبيب هو أكبر من يحميهم ضد التيار الإسلامي أو ثورات الشعوب أو ربيع الشعوب وهنا ربما الناس يعودوا يراجعوا نفسهم خاصة بعض الناس لكانت تنطل عليهم دعاية العصابات، دعاية الأنظمة المتحكمة يقول لك هذا الربيع العبري والربيع العبري لا أبداً، ربيع الشعوب، انتفاضة الشعوب كانت تريد أن تحرر الأوطان من حكم الوكلاء والجواسيس لكن انهيار هذا المشروع، مشروع الشعوب وأحياناً انهار على أيدي المستضعفين يعني كثير من المصريين شاركوا في هدم النظام الوليد نظام المدني الوليد لأنهم صدقوا الدعاية التي كانت تقال لهم والآن يدفعون أثمان هائلة في مصر مصر أوضحها أشد بؤساً من أوضاع الجزائر والغلاء والارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه وكوارث حقيقية في مصر لكن بعضهم شاركوا فيه لأنهم مرت عليهم خدعة البروباغندا تعالى العصابات الحاكمة من أن هذا ربيع عبري لا بالعكس هذا كان ربيع الشعوب وكان أساساً ضد الأنظمة وهي أنظمة متصهينة وهي خائنة لأوطانها وخائنة لشعوبها وخائنة لدولها والأدلة طبعاً الآن أصبحت متوفرة بشكل كبير جداً نشوف أننا رصمنا ساعة كان نقاط أخرى لكن خلينا نمر الملف الجزائري حتى نستطيع على الأقل أن نعطوه الجزء من الوقت أيضاً لكن الخلاصة التي نقولها في هذا طبعاً إن شاء الله الحديث القادم في اللايب القادم سواء غداً أو الاثنين سيكون على مرور عام على الطفان الأقصى وماذا حصاد العام إذا شئنا وإن نذهب بعد هذا العام قراءة سأقدم رأيي ووجهة نظري لكن خلاصة هذا النقطة هو أننا على أبواب حرب على أبواب هجوم إسرائيل كبير وهذا الهجوم سيحدد مصير المنطقة هناك وعندنا أيضاً وفي أماكن أخرى ستكون له تدعيات هائلة إن لم تكن تأثيرات استثنائية ترجمة نانسي قنقر